سهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين أستاذ جمال وأستاذ محمون كيف يمكن للجهاز الفني بكرة في مباراة بكرة هذه البطولة بطولة السوبر الأبطال كيف يمكن أن يجدد الدوافع في ظل أنت تلت عالم كيف تجدد دوافعك للبطولة دي أنا بشوف أولا هي الدوافع بتتجدد تلقائيا ولعيبة النادي الأهلي النهاردة عندهم أنا بركز بس على برضو جملة أو تعبير ركز عليه كولر في الفترة الأخيرة اللي هو التركيز التركيز مهم جدا في إنهاء الهجمات النادي الأهلي بيوصل كتير قوي لمرمى الفرق المنافسة بشكل قوي وفي إلحاح وإصرار اللي بيفرق هو التركيز واللمسة الأخيرة وإحنا يمكن يعني نغمة الحديث عن المهاجم الصريح أنا شايف إنها مفوت تقل شوية بعد ما شفنا إن اللي بيشاركوا في إحراز الأهداف مش فقط المهاجمين يعني أنت لو شفت المباريات الأخيرة هتلاقي لأنها مهمة جدا كابتن يعني علي معلول ياسر إبراهيم مين تاني؟ أحمد عبد منعم إمام عشور محمد عبد منعم هتلاقي فيه أفش حسين يعني في ظل الكرة مفيش اللي هو التقايد بالمراكز بالعكس اللي كان بيتقال زمان القادمون من الخلف قد يكونوا أخطر لأنه هو مش متعرض للرقابة ده لا يعني أنه الأهل ما يتمش بالمهاجم أو بتدعيم صفوفه لأن ده 100% فكر موجود في زين مجلس الإدارة ولجنة التخطيط بلا شك يعني مش قاعدين هم يتفرجوا أكيد عارفين إيه المشاكل وإيه العيوب بالتعاون مع كولور فأنا بشوف أنه التركيز في مباراة سلاميكا خاصة بعد العودة من كأس العالم للأندية بعد الأداء أنا بشوف أنه أداء هجومي رائع دفاعي متوازن بجد حتى التحول من الدفاع للهجوم كنا سريعين جدا في تنفيذ هذه التحولات المهم التركيز والمهم أنهم يعني أيا كان العناصر اللي هتبتدي حتى لو فيه تغييرات إحنا عارفين أنه التحركات كلها أو التغييرات كلها بتتم في إطار معين يعني مستر كولور مش هيجيب لعيب ما بيلعبش خالص ويبتدي به 100% هيدي له جزء وإذا الموقف تأزم ممكن يشرك اللعيب الأساسيين ده حسب رؤيته هو للمورد سيد محمود المورد صعبة طبعا لا شك ولكن أنا عندي نقطتين في غاية أو ثلاث نقاط في غاية الأهم نقطة ماصلة في مواجهة الأهلي مع سراميكا وكلمة السر جمهور الأهلي بكر أول مرة سراميكا هيلعب قدام استاد مليان يعني ده نقطة مهمة جدا ودافع قوي اللعبة الأهلي يعني ده لابد هم يتم استغلاله بالصورة الأنسب تمام هو رجل النهاردة كولر هم هو قالي الكلام ده في جمهور هو رجل عجبني في وانا سأقلت حملت زيه انت عارفت التأسيف ده بتاعت ايه بتاعت فريق الصباح بتاعتنا الآن كده ماشي فريق الشافة فريق الشافة فريق الصباح فلأنا عاوز أقولك أنه نقطة الجمهورة بقى عامل دعم مهم جدا نعم لشحن اللعيب أيضا مش هقول مسألة توزيع الجهد الاستفادة توزيع الجهد الاستفادة رقم واحد من الفرص يا رقم اتنين اه طبعا انت عليك انك تستفيد الفرص اللي بتجيلك قدام المرمى قدام المرمى ما خلاص أسوق ايه على فكرة طبعا اعتقد ايمن الرمادي أو كابتا ايمن الرمادي من المدربين بأمانة شديدة اللي قدموا نفسهم حقيقة لدكورة المصرية ودور المصري بشكل مميز هو عمل مباراة جيدة جدا مع النادي الآلي في بطولة الدوري اربع المبارات فيها ربع ساعة في بداية المباراة ثلاث فرص من الاخطر الفرص الاول مرة اشوفها يتعامل اتحالنات لاني منهم اتنين ومنهم واحدة في القائمة واحدة في العرضة فانا عاوز اقولك انه بكرة هو مريع عشرة ايام وجاي معسكر هادي وبتاعه منتظرك لو اعت الامرادة من اقولك اعت في الامرادة عشرة ايام وهادي وبتاعه ويقولك ايه سبكوا بقى من الكلام يقولك الاهلي جاي مجهد بتاعه لا الوضع مش كده هو لازم يديك ايه يديك كم تصريح كده يشدك بيه ويديك في حتة تانية لكن هيلعب على عناصره عنده عناصر مميزة تتحط فيها فيها الحسبان من عندك من جون ابوكة لأحمد ياصر ريان ومن خلفهم محمد ابراهيم ومن خلفهم زلاكة ومن خلفهم خط دفاع مميز في رجب نبيل وفي أحمد بيكهم وفي في الباكليفت محمد أحمد شكري أو محمد شكري فأنا عاوز أقولك ايه وجول كيبر برده مميز فأعتقد انها تبقى فيها مباراة فيها صار لكن أنا شايف انه سراميكا مش هيندفع مش هيفتح صفوفه هيحاول يلعب يخطف واحدة يخطف اتنين ماشي أو يدخلك في وقت انه هو يقفلها عليك ويرهقك لغاية ما تفصل الوقت انك انك انت نفسك يعني لكن أعتقد انه وجود جمهور الأهل هدف أساس جدا زي ما قاله الأستاذ جمال مهم جدا الكلام اللي قاله وكلها تركيز في كل حاجة في المباراة تركيز في الفرص اللي بتلوح لك تقليل نسبة الأخطاء اللعب بهدوء انت عارف انت عاوز ايه صبر بشكل جديد صبر الرباعي على اغرار الصبر الأسباني والإيطالي والإتعامل ونظام أبعا المنظمين نفسهم من بطولة هنجا حتى نبقى خطوة للأمام نكت تزيد طبعا كل ما يكون في عنده كندية شعبية كل ما نبس بتنجح بترتفع فأعتقد انه الشكل هيبقى تبقى مباراة مميزة أتمنى ان شاء الله التوفيق والحليف لعبة الأهلي وان شاء الله بإذن الله تعالى بكرة للوصول للمباراة